من سيخلف الرئيس راول كاسترو في كوبا؟ أكثر من ثمان ملايين منتخب سيختارون أعضاء مجالس الأقاليم وأعضاء الجمعية الوطنية البالغ عددهم 605 انتخابات عامة سيعين على إترها البرلمان الأعضاء الـ 31 في مجلس الدولة الذي سيختار بدوره الرئيس الكوبي الجديد في 19 أفريل المقبل منصب ترجح العديد من التوقعات أن يكون من نصيب النائب الأول للرئيس كاسترو ميغيل زياس كانيل الذي يبلغ من العمر 57 عاما رجل تعهد بضمان الاستمرارية في بناء وصون الاشتراكية في كوبا في وقت تنادي العديد من الحركات السياسية بتنظيم استفتاء لتعديد نظام الحكم في البلاد على غرار حركة كوبا تقره التي تدعو أيضا إلى التغيير كوبا الواقعة على بعد عشرات الأميال من الشواطئ الأمريكية تعيش تحديات عديدة أبرزها تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية التي تبقي على حضرها الاقتصادي الذي تفرده على البلاد منذ عقود نهيك عن تراجع دعم الحليفة فينزويلا فأي مستقبل ينتظر كوبا في دل انتخابات بطعم التحديات ترجمة نانسي قنقر